والمبتدع كذلك تهجره ذو المبتدع يبدع بضلالات أو عنده تحزب وتدل أدلة والبراهين وهو يصر ده يتفي حالة زيديشنو تهجر أضيع ذملك معه والله أنا لقيت واحد من إخواننا نحسبه من إخواننا الفاضل نحسبه والله حسيبه في سوق مدرمان قال لي النزل كل مرة بناغشن الحزبين ذي في النهاية قال لي سيبقيت بهجورون والله قال لي ارتحت ذاته قلبي ده مرتاح قال لي تمشي تسبح وتستغفر وتقرق قرآن ناس الدين ده ما بعظمه كثير والله يجمع لأنه زول إذا بقول إذا زول بقول بسب الصحابة ويطعم في معاوية رضي الله عنه وكذا وكذا ويتكلم في الوزير ويرود عليه يقول هذا الرد على معالي الوزير ويهتر بالوزير أنت ما اسمع تديل يا وزير وما اسمع تديل وكذا وكذا ويزكي ويزكي علي حسن الحلبي الحلبي ده جماعة لغبه في ناس كتبوا لنا واحدين تحدث قالوا عندكم عنصرية حلبي ده لغبه يعني ما شكله وأشياء كثيرة جداً ويزكي المركز العام ويثني على وما قالنا من المركز العام قالنا المركز العام ذاته المركز العام ذاته هو ذاته تاني دار شنويت وده غير الكذب والبتر في النقولات والحقد الظاهر والتخبط وغير الأشياء التانية وسوء الخلق أشياء كثيرة جداً بعد ذلك وتلقاه قاعد بارك له بيسمع له والله الذي لا إلى غير بيسمع له وتلقى يجادل عنه ويدافع عنه بالباطن واحد اطلع المنبر اتكلم في الحاكم ويقول لي وزير المالية استقيل يا وزير المالية استقيل ويثني على كتاب الظلال سيد قطب كتاب مليء بالضلال والانحراف وهو وهو إلى خير أناب رئيس الجماعة الحزبية وضلالات وانحرافات كثيرة جداً جماعة نازل أمرهم بيقى واضح والله الذي لا إلى غيره أمرهم بيقى بين واضح لما انبقوا كثير منهم لما نلاقونا يقولوا والله عارفين شيخنا ذا الغلطانين بس دي مرحلة ذاته عارفين انهم غلطانين لكن بس يعني ما تزغطون مرة واحدة ما وقعوا مرة واحدة يطرى بيزة فيها أربعة كرعين كسروا تلاتة وقعد بيهم بيجاينا سوجنه ونازلت وقال ما بيصبوا ذاته ما قدرنا نسوه نعمل لهم شون يعني وقعد عديل تجيب لك ثلاثة كرعين سبت الشغل يطلعهم فوق تاني كانت تطقهم مروحة كان الله وفقهم بطريقتهم كانوا الله وفقهم خلال تطقتهم مروحة مروحة حاجتان فنحنا جماعة ماذا ان نضيع زمنكم واخونا حسين قال مصاعب بس وموضوع طويل جدا الناس الحزبين دي الما تضيعوا معاهم ولا لحظة ولا دقيقة وهجرون والله الذي لا إلى غيره ناس غريبين يا اخ مرة واحد اسماعيل عزمان يا اخ مرة امشي بيغادي لناس انصار المهد ايجي بيجاي امشي لالاخوان المسلمين وتقارب معاهم بيغادي للصوفية شغال هذه جوطها جوطة جوطة تاني ما بتتلمع دي زي الزوج شايل لك وريك شغال طلبة والموية كسرت وكسرت بالجنبات شت بقي لاحقة بيجاي كسرت بيجاي ولاحقة بيجاي ومشت بيغادي ما شفتها كسرت لانا نعمل شنو نقعني تزلق هنا ولا نزيح بعيد ما كسروا براهم يا اخ لما نصلحوا النازل كانت وما سمعناهم يوم من الدهر عليك الله يتسمع تواحد يتراجع الالباني يا اخ بيقول حديث كذا وانا متراجع في حكمي عليه بكذا لانه ظهرت لي كذا وكذا وكذا من الامور الالباني جبل ديل ما سمعنا واحد يتراجع انت لاقاك واحد بس كذي يتراجع ما في وتناقضات غريبة جدا واحد قال لي انت شلت العرش برا مرة واحد خليتها فاضية سايقا ما اقوله وزول بيقع في الصحابة بتخلوه نحن نقع في ديل المنون واحد وقع في الصحابة ونقع فيهم بالحق ما بالباطل انت تستحذر وتتضايق فديل يا جماعة ما تضيعوا زمنكم منهم والله معاهم ولاي شيء ولا بعدين ترد السلام على عامة المسلمين وكذا اما ذا قال لك لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا الا بعبسة مالك الغضباني جاك حزبي من بعيدة ادي صرّة كذي لما نعارف حاجة ادي صرّة طوالي واحد من اخواننا اسمه التاج قال لي المجرم ذاك بتاع الفتحاب جانين قال لي ناغشت وقلت له يا الشيخ ذول شيخنا لكن قلت له ما قاطع ليك وقلت يطقطق والشغل دي وسوّدوها والشغل دي كيف كلامك دا لقيتهم خالف العلم التاج قال لي تبقيد عصباي ولا شنو شو قال لي نهرني في محل الدكان بتاعي بتاع التمر لما مركت له من الدكان خليته قاعد قال لي جيت الزول الجمي قال لي دا هو شيخ شيخ كذي قال لي اتقبل الزول فك الشغل فكاه بس شوف رحمة الله سبحانه وتعالى فكاهوا بادي بعد شو يعرف خطورة مسألة الصحابة وعرف العشيات التانية عرف الخطورة دي السيامس لقيته قال لي يا زول عمك ما جاء قال لي هناك عندنا قريبنا قال لي جمه وقف جبه المحلات ديك قال لي ببيع التمر مشيت لي لقيت عمك جاه دار له تمر قلت له دا بسيب الصحابة ما تديه قد دامه الله ما تديه طوال تزل هنا دي جفتها تعالى التمر يزل لك تعالى القطمير يزل لك تعالى المسماصة بتاعت التمر جزاء الله خير تعالى التمر أنا متكيف منه جدا وبلاوي كثيرة جدا أنا ما أظهر أضيع زمنك لكن نازل ما ناس حك والله نحن هو نضعم في النيات لكن ما يظهر للإنسان يعني ما ظهر لنا الزولة دائرة الحق دا جماعة برجع للدليل نحن الليلة بكرة دي لواحد فينا ضل تترك لله سبحانه وتعالى والله الذي رفع السماء أميس مشيت الجوازات بتاعت السجانة هنا مشيت لقيت واحد من أخواننا الله يحفظه جمعنا السعودية قال لينا ما شفت الناس ديه الأخواننا ديه وكذا قال لي ما شفت الطريق اسمه شمس الدين قال لي لقيت عمك ضحوية قال لي لقيته راكب في البوكسي ورا قلت لي إتا ضحوية قال لي أنا ذاته كذي هو ذاته أها سألني من كم نفر كذي كيف شيخ مزمي قلت لي والله تمام كان فتراجه ولكن بقى كويس وكيف هو بكر وكيف شعب وكيف فلان وفلان بعد شوية سألني من واحد مشه باب الرغية مرقب غاضي المهم عنده يعني كذبات يعني عنده كذبات يعني ما ضيع زمن سألني منه قال لي والله أزول لما تردم يا أخي يا أخونا شمس الدين أزول لما تردم ولخبتها يا أخو والناس مشت له وشنو وشنو لا أقل لي وكيف فارغ الحق أخي خلاص ما أفضاع إليه شوف البعض والله تكيفت منه من جوة قل في الزلدة أنا والله ما ذكرت القصة إلا للموقف شوف الزلدة وقت متكيف منه قال لي وين فلان وكذا وكذا قلت لي الزول ما لخبتها قال كذا وكذا يا أزول قال لي والله يا معودة الدين كذب نزال الله لنا ولكم الثبات ما تدعى لكم بيشخ ده درب الجنة زول مشى معاك في الدرب ده الحمد لله زول لخبت مشى بيغادي ومشى بيغادي أرمي للحاب يقول له أخي الهداء بيد الله تعالى أركب الدرب وما حقنا وما تابع له جماعة درب ده كتاب سنة وما كان عليه الصحابة ولا عندنا حزب ولا طائفة ولا شايف نفسنا نحن شخصيا كذب بنخش الجنة اختبئ أمر الله وبيد الله سبحانه وتعالى وقد نكون من أول من تسعر بهم النار نسأل الله لنا ولكم الرحمة ونمشي وكذا وكذا لكن في النهاية الناس تشق الدرب وتصبر تقول لي خرح الحق قبل الحمد لله ما قبل أمش مجتمع دائر يا أخو مجتمع دائر شكتير والناس بتسمع وكذا